اشتركوا في القناة حافل بعادات الامم وتقاليدها توثق من خلاله اخلاقها وثوابتها وتطرح على صفحاته قضاياها وما يشغلها ومما ورد في الاثر ان الشعر ديوان العرب والديوان هنا بمعنى السجل والمدرسة والتوثيق ولكن قد ترد في صفحات هذا الادب طروحات عبثية او ترفية غير مسؤولة فهو هنا سلاح ذو حدين ان اسيء استخدامه بان ضرره وعن مسوءه وان جاء معبرا عن اهتمامات الامة كان سجلا حافلا بتاريخها وامجادها معبرا عن قضاياها بل ويكون بذلك مصدر فخرها وضرورة من ضرورات وجودها وهنا تبرز نظرية الفن للفن والفن للمجتمع فهل المقصود بالادب الجوانب الجمالية في الصياغات والصور المبتكرة ام الخدمة التي يقدمها الادب للمجتمع تثقيفا وتعليما وتهذيبا عن هذه المعاني وغيرها يحدثنا محاضرنا اليوم الاستاذ الدكتور عمر عبدالله الفجاوي استاذ الادب الجاهلي والاسلامي حتى العصر العباسي عن ما هي الادب وهل هو ترف ام ضرورة والتعريف الذي لا بد ان يكون مقدمة لموضوع فيه مثل هذا الاشتباك لم نجد غير الدكتور عمر فارسا يمخر عباب هذا البحر المتلاطم بالارائل والمزدحم بالتأويلات فهو من يستطيع بمهارة السباح الماهر والغواص المقتدر التقاط انفس لآلئ ليضعها بين ايدينا حتى كأننا نلامسها لا ان ننظر اليها فحسب الدكتور عمر الفجاوي من مواليد الاردن متزوج وله ولدان اتم دراسته الثانوية عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين ودراسته الاولية في الجامعة الاردنية عام الف وتسعمائة وتسعين بتقدير امتياز ثم نال درجة الماجستير عام الف وتسعمائة واربعة وتسعين عن رسالته الموسومة قضايا المنتقيات السبع في جمهرة اشعار العرب بتقدير ممتاز وفي عام الف وتسعمائة وتسعة وتسعين نال الدكتوراه من جامعة اليرموك عن رسالته شروح ديوان امرئ القيس دراسة تحليلية مع تحقيق شرح النحاس بتقدير ممتاز وكان الاول على دفعته في بداية مشواره العملي وقبل نيله الشهادات العليا عمل معلما للغة العربية وآدابها في المدارس الحكومية ومن ثم مصححا لغويا لعدد من الصحف بعدها ارتقى منصة العضوية في مناهج اللغة العربية وآدابها في وزارة التربية الاردنية وعمل أستاذا مساعدا في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الحسيني ابن طلال ومديرا لمكتبتها ثم عمل في الجامعة الهاشمية أستاذا مساعدا ومارس مهام منائب العميد لشؤون الطلبة ثم عميد الكلية لشؤون الطلبة وصولا إلى مرتبة الأستاذية عام 2014 مسيرته في التحكيم والكتب ومناقشة الرسائل الجامعية زاخرة حيث وصلت اعدادها إلى 31 بحثا وكتابا ورسالة علمية وله 42 بحثا ومشاركة في مؤتمرات علمية الرصينة ودراسات منشورة في مجلات محكمة دوليا ومحاضرات كثيرة في جامعات عربية وأجنبية ومؤتمرات وندوات لعلى أعلاها وأقربها إلى نفسه ومن حقه أن يفخر بذلك ارتجاله محاضرة باللغة العربية في جامعة هارفرد بدعوة من الأستاذ الدكتور ويليام غارنر مدير مركز دراسات الشرق الأوسط فهي تعد من أيامه المشهودة في سيرته الذاتية الوافرة الظلال المحملة بثمرات علمية يانعة يحار أمامها الباحث من أي غصن يقطف جزءا ليدل على الكل ولكننا هذا اليوم تفضل علينا صاحب هذه الشجرة ليحدثنا بأسلوبه العلمي المميز عن الأدب أترف هو أم ضرورة أترك المجال الآن لأستاذنا الدكتور عمر الفجاوي لإلقاء محاضرته فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي اصطفى وصحابته المنتجبين الحنفى أخوة الكرام حي الله هذه الوجوه الكريمة النظرة وقد استمعت بإصغاء جلي إلى ما تفضل علي به الأخ الكبير الشاعر حارث الأزدي دعبته وقلت له لعل بينك ولعل هنا للتحقيق بينك وبين الحارث بن عمير الأزدي نسبا كريما فالحارث بن عمير هو نزيل الأردن وضريحه تشرفت به محافظة الطفيلة فمرحبا بك أيها الكريم ونعم النسب تسبت إليه ثم أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أكون على حسن الظن الذي تفضل به بل من به علي هذا الرجل النبيل ثم إن هذا الحضور الكريم قد طوق عنقي بجيد بل بإحسان وتوفيق حينما نهدتم من أغوارها وأنجادها من أجل أن تستمعوا وأؤمل كل الأمل أن تجدوا نجعة فيما ستستمعون إليه ومن الإحسان والتوفيق أن أبتدأ كلامي مرتجلا متمثلا محبة للعراق كان أستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد حين تلمذت له يقول لنا أن أحمد حسن البكر قال العراق لأن العراق لا يكسر ولا نقول العراق ولذلك شف الله مرضى بالعراق فإنني على كل شاك بالعراق شفيق وأتمثل قول أبي البشر اليمان بن أبي اليمان البندنيجي وهو صاحب كتاب التقفية الذي توفي سنة ثلاث وثمانين ومئتين حين مر بباب الطاق ورأى رجلا يدل بحمامة في قفص فارتجل هذه الأبيات الجميلة التي لعل بعضكم قد تحضره ناحت مطوقة بباب الطاق فجرت سوابق دمعي المهراق حنت إلى أرض العراق بحرقة تشجي فؤاد الهائم المشتاقي كانت تفرخ في الأراك وربما كانت تفرخ في عروق الساقي فأتى الفراق بها العراق فأصبحت بعد الأراك تحن في الأسواق بمثل ما بك يا حمامة فاسألي من فك أسرك أن يحل وثاقي حي الله هذه الوجوه مرة أخرى واعذروني لهذه البداءة الرومانسية لأني حينما أتذكر العراق أتذكر الخاصرة التي يتكئ عليها العرب نعمة الخاصرة نعم البلد ونعم ساكنوه ونعم كرامه ونعم كريماته ونعم أمجاد نعمة أمجاده وما زلت في سياقي حاشية قبل أن أنتقل إلى المتن من طريف المصادفات أيها الكرام أنني في مثل هذا اليوم قبل عام بالضبط كنت في زيارة إلى باريس لإلقاء محاضرات ومشاركة في مؤتمر هناك باللغة الإنجليزية فلا بد أن أزور متحف اللوفر وجست خلال هذا المتحف النبيل الذي يزوره في كل يوم ما لا يقل عن خمسين ألف شخص أشاهد في الأمر أنني تقريبا في مثل هذه اللحظة كنت أقف أمام مسلة حمورابي الحقيقية هذا العظيم الذي قدم لنا تشريعات ما زلنا عيالا على كثير من هذه التشريعات وهي باللغة المسمارية هذا البلد العظيم العراق الذي ينبغي أن ترفع له ولأهله القبعة تعظيما له ولأمجاده ولما أسدى للإنسانية من إكرام ومن إسماح ومن توفيق أما موضوع هذه المحاضرة أيها الكرام فلعل بعضكم تحضره قولة فولتير حدد مصطلحاتك حتى يحسن كلامنا إذا حددت مصطلحاتك وإذا عرفت حد المصطلح وصلت إلى رتبة متقدمة من الفهم والتفهيم ماذا نعني بكلمة الأدب من أين جاءت لفظة الأدب فيما انتهى إلي ما أعلمه في هذا السياق أن لفظة الأدب كانت في العصر الجاهلي تستعمل في السياق الآتي يقول طرفة بن العبد البكري معظما شأن قومه نحن في المشتات ندعو الجفل لا ترى الآدب فينا ينتقر سأوضح الآدب هو صاحب المأدبة وبالمناسبة أفلاطون له كتاب اسمه المائدة أو المأدبة طبعا بترجم الآدب هو الذي يدعو إلى الطعام الجفل هي دعوة العامة ينتقر يخصص نحن في المشتاء أي نحن قومي حينما يكونهم كرماء وحينما يدعون إلى المأدبة إلى الطعام ولسيما حينما تقشعر الأرض ولسيما حينما يخف أو يجف الضرع وينقطع الضرع نحن في المشتاء في وقت الشتاء ندعو الجفل العامة ولا ترى آدبنا صاحب المأدبة يخصص يا فلان يا فلان يا فلان لا ولذلك دعوتنا دعوة الجفل لا دعوة نقر أقول ما علاقة كلمة الآدب بما استقر عليه الأمر فيما بعد حتى بدأت هذه الكلمة تأخذ سياقا جديدا في العصور اللاحقة أصبحنا نقول الأدب من ناحية الشعر ومن ناحية النثر وأصبحنا نجد كتبا وعلى رأسها كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة أرى أن كلمة أدب بما انطوى عليه أمر هذا الآدب مما يقيمه من إجراءات متقدمة فريدة كريمة في الإكرام الضيف وأنا بالمناسبة كتبت بحثا كان الأصل أن يكون عنوانه الإتيكيت وبين قوسين قبلها الإدابة كما اقترح الفاخ العظيم الكبير الشيخ عبد الله العليلي كما ذكر لي أيضا صديقه لي اسمه الأستاذ دكتور مهدي فضل الله من لبنان الإدابة هي التعريب الحقيقي الأفضل لكلمة الإتيكيت الإدابة الإتيكيت في الشعر الجاهلي إكرام الضيف نموذجا ماذا كان يفعل العربي سجية وسوسا وخيما وطبعا في أثناء إكرامه للضيف وهذا الأمر ما زال حتى هذه اللحظة عند الكرماء من أمثالكم حينما يكرم ضيفه تجده لا يقدم له إلا أجود الطعام وتجده لا يتخير إلا أحسن الحديث وتجده لا ينزل الضيف إلا منزلة كريمة في بيته ويضاحك ضيفه قبل إنزال رحله وكذلك لا يتكلم مع هذا الضيف إلا بأجود القول ولا يمكن إلا أن يحسن إلى هذا الضيف الآن جماع هذا الكلام من هذه الإحسانات والجمالات يمكن أن نطلقها على لفظة الأدب لأنه لا يمكن أن يكون لأي كلام منطوقا كان أو مكتوبا أو مسموعا إذا أردنا أن نسميه أدبا فلا يمكن إلا أن يكون بهذه الرتبة المتقدمة من الجمال ومن التوفيق فليس كل كلام أدبا ليس كل مقرؤ أو مكتوب أو منطوق لا نستطيع أن نسميه أدبا إلا إذا توفرت فيه شروط متقدمة من الكلام العالي الراقي وسأضرب أمثلة على ذلك الآن في تقديري لماذا وينبغي أن نتوقف عند هذا السؤال لماذا يلجأ الإنسان إلى الأدب لو نظرنا في قول الله تعالى في خطابه الجليل لسيدنا آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين أنا لا أحمل النص فوق ما يحتمل ولكن قراءة الجمالية لهذه الآية الله تعالى قدم لك يا نبي الله يا آدم ومعك زوجك قدم لك حالة جميلة متقدمة من الأدب بمعنى حينما قال رغدا فكل منها رغدا حيث شئتما الآن حينما وقعت المشكلة ووسوس لهم الشيط إبليس وقال نهبط منها جميعا نهبطا حين نزل الإنسان إلى الأرض لم ينس فكرة الأدب أي لم ينس قضية الجمال صحيح أنه قد ابتدأ بالسكنة في مواقع ربما لا تكون كريمة ولكن انظروا إلى النقوش التي نجدها حتى هذه اللحظة تجدوا أن الإنسان في كثير من أوقاته كان يلجأ إلى الرسم كان يلجأ إلى محاكاة الطبيعة إلى محاكاة هذا الجمال أدبا كأنما يعود إلى أصله الأول الأدبي الجميل الذي كان في الجنة الأولى رغدا حيث شئتما أنا أقدم لك جمالا أقدم لك بلهنية من العيش والرفاهنية ولكنك رفضت فمع ذلك بخافيته ولا شعوره من الداخل هو يعود إلى هذا الجذم الأول الذي وضعه الله له في الجنة حينما يرسم وحينما يبدأ بعد ذلك يحاول أن يقلد أصوات الطبيعة من أصوات الأشجار من أصوات زقزقة العصافير الموسيقى الجميلة التي يقدمها إنما هو في خافيته في داخله يحاول أن يقلد هذه من أجل أن يشكل أدبا طبعا كيف تشكل هذا الأدب كما يقول ابن رشيق القيرواني نعود الآن إلى مثلا أيهما أسبق النثر أم الشعر لعل النثر هو الذي كان أسبق ولكن الإنسان ولسيما العربي حين احتاج إلى أن يصوغ كلامه فإنه قد احتاج إلى أصوات متناغمة موسيقية حتى تكون أوقع وآكد في الآذان وفي الأذهان ولماذا لجأ إلى ذلك؟ لأنها تستقر في الأذهان بلا استئذان وساعتها كأنما يخرج النفس من هذا السياق الواقعي الذي يبدو في كثير من أوقاته وأحاينه قبيحا فهنا لا بد أن ندخل إلى مهمة هذا الأديب هل مهمة الأديب أن يقدم لنا الواقع؟ قضية الفن للفن أو الفن للمجتمع؟ ما قيمة الفنان؟ الفنان هو الشاعر، الرسام، المخرج السينمائي هؤلاء الناس حينما ينظرون إلى واقعنا إلى أي واقع وإذا قدموه كما هو فلا قيمة لما يصنعون لست مسؤول لأنني أراه قيمة الشاعر أنه يعيد إنتاج الواقع ولكن بصورته ولذلك يعينك على أن يخرجك من واقع مرير قبيح إلى واقع جمالي كريم جميل فيطهر، وهذا فكرة التطهير فيطهر نفسك من هذه الأدران من هذه الأقضاء القاذرات حتى يقدم لك واقع يمكن أن تسير إليه فلذلك يحكمنا الخيال وتحكمنا هذه اللغة الجميلة وإلا فلن يعد هذا من الأدب في شيء فأيما كلام ليس فيه جمال وليس فيه رونق فهو كلام مطرح عذروني هذا الكلام قد يبدو تنظيريا وعرا ولكن سأنتقل بعد ذلك إلى ما يطرب النفوس من أجل أن تستقر نفوسنا في سياق الحديث عن الأدب معاوية بن أبي سفيان يعاتب زيادة بن أبيها وزيادة بن أبي سفيان هذا عليها قضية كبيرة لعل لها سياقا ليس هذا سياقه يعاتبه في رسالة لأنه لم يروي ولده الشعر لأن عبد الملك بن مروان قال لمؤدب ولده روهم الشعر يمجد وينجد يمجد من المجد وينجد من النجد والنجد هو المكان المرتفع يصل إلى مكان متقدم راق الآن نعود إلى معاوية معاوية يعاتب زيادا قائلا لما لا ترويه الشعر لو رويته الشعر فوالله إن كان العاق ليرويه فيبر وإن كان البخيل ليرويه فيسخو وإن كان الجبان ليرويه فيقاتل هذا الكلام يا إخوان جبلت النفس البشرية كما قلت قبل قليل عن سيدنا آدم على حب الجمال هذه الفطرة السليمة بأي لغة من لغات العالم نحن الآن عرب نتواصل باللغة العربية فيقع الكلام الكريم منا موقعا كريما لو أننا في سياق أجنبي في سياق فرنسي ونتكلم باللغة الفرنسية فأيضا لهم أدبهم ويوقعون هذا الكلام موقعا لأنهم يتواصلون بلغتهم وفي الألمانية وفي الإيطالية إلى غير ذلك اللغة هي سيدة الموقف إذا قدمت تقديما جماليا أدبيا الآن قيمة الأدب أيها الكرام أنه يرفع الأنساب الوضيعة بالأدب والشواهد على ذلك كثيرة جدا وقرأوا إن شئتم ما فعل المحرق معه الأعشى أبي بصير حينما قيل له إن أبا بصير الأعشى وهو ميمون بن قيس البكري حاضر في سوق عكاذ فاستجلبه فقال له وحدثه بما يشكوه قدم له وأحسن إليه ثم بعد ذلك أرقت وما هذا السؤاد المؤرق إلى أن مدح المحرق فارتفع نسبه وكانت للأساسف يعني كانت له بنات لم يشأ الله في ذلك الزمان أن تتزوج واحدة منهم ولكن بعد أن رفع شأنه ورفع نسبه بالقصيدة الجميلة تزوجت كل بناته طبعا صحت الرواية لم تصح قضية ثانية لكن في الوقت نفسه تجد أن هذا الأدب أن الأدب في أي موقف هو الصاحب في الغربة تجد أنه المؤنس في الوحشة هذا الذي يقودني إلى أن أقرر أيها الكرام أن الجمال الجمال إذا كان كلاما وإذا كان رسما وإذا كان دراما ينبغي أن يظل سيد الموقف لأنه لو لا الجمال كما يقول أحمد أمين لسكن الناس الكهوف لذلك حتى هذه اللحظة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سيظل الجمال حاضرا في أذهاننا في الخطيب المسقع الذي يسمعنا خطبته بكلام رصين أو بكلام متهافت متهافت الكلام المتهافت تجد أن الناس نائمون في خطبته لأنه قدم كلامه كيفما اتفق و اسمحوا لي بحاشية سريعة انقدحت في ذهني الآن أحمد شوقي الكبير لم يكن يحسن إتقان إلقاء الشعر لم يقوى على كان ينظم القصيدة أحمد شوقي بارع في نظم الشعر شعر من الطراز الرفيع ولكن كانت عنده مشكلة أنه لا يحسن الإلقاء ولذلك كان ينظم القصيدة ويقدمها لحافظ إبراهيم مثلا أو لأحد أصدقائه حتى يلقيها أمام الناس هذا اعتراف اعتراف وهو اعتراف كريم أنني لا أقوى على الإنشاد أنا مشكلة الآن مع أن بعض الناس ينصبون أنفسهم أنهم يحسنون الغناء وأنهم يحسنون قراءة القرآن الكريم ليس كل واحد يا أخي لأن تفتح بعض الإذاعات وبعض الفضائيات تفاجأ الصحيح يا رجل أنت لست مؤهلا من أجل أن تقرأ القرآن أنا أحتاج إلى قراءة القرآن متقدمة ليست القضية في إحسان الأحكام أنا أيضا بحاجة إلى صوت ندي لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب وعلمها بلالا فإنه أندى منك صوتا أنا بحاجة إلى الصوت الندي طبعا نعود إلى شوقي حافظ إبراهيم قد انتصر في البيعة سنة 27 وتسعمائة وألف حينما نعي تم تعلمون في كل زمان وفي كل مكان لكل إنسان محبون وكارهون فكارهوا أو شانئوا أحمد شوقي نعوا عليه أنه لا يحسن إنشاد الشعب فحافظ إبراهيم انتصر له في قصيدة عينية جميلة بارعة التي يقول فيها أمير القوافي قد أتيت مبايعا وهذه وفود الشرق قد بايعت معي إلى أن يقول يعبون شوقي أن يرى غير منشد وما ذاك عن عي به أو ترفعي وليس بعاب أن يجيء بمنشد لآياته أو أن يجيء بمسمعي فهذا كليم الله قد جاء قبله بهارون ما يأمره بالوحي يصدعي هذا الانتصار الذي فعله سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم واعترف بأنه ليس برتبة فصاحة هارون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا هذا اعتراف من سيدنا موسى جميل أن يعترف الإنسان ولذلك لا بد أن نصل إلى رتبة من النقد الأدبي الخالص الذي ينأى من المجاملات ولسيما في عصرنا أن نقول للشاعر أن تشاعر وللذي لا يحسن إن شاد الشعر للذي لا يحسن نظم الشعر توقف ليس هذا شأنك الشعر صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه يريد أن يعربه فيعجمه هذه مشكلة كبيرة حقيقة ينبغي التنبه عليها والتوقف عندها الأدب أيها أعود إلى سياق المحاضرة الأدب أيها الكرام كما قال أخي الأستاذ دكتور حارث قبل قليل في العصر الجاهلي لأنه لم يكن عندنا عادة التدوين كانت الشفاهية هي سيدة الموقف إلا ما عندنا إثبتات أنهم عرفوا التدوين وعرفوا الكتابة لكن هذه قضية أخرى أقول في العصر الجاهلي سيد المشهد هو الشعر وما وصلنا إليه ولذلك هذا الأدب الذي وصل إلينا من الجاهلية هو مرآة لهذا العصر من خلال الأدب أنا أستطيع أن أتعرف كيف كان الناس يعيشون وكيف كانوا يتنسبون وكيف كانوا يتحدثون وكيف كانوا يسيرون في حل مشكلاتهم وكيف كانوا ينظرون في عويص المسائل أضرب لكم مثلا واحدا الحارث بن أبي شمر الغساني كان قد قتل المنذر بن ماء السماء كما تذكر الروايات وأسر مجموعة تصل إلى نحو سبعين أو يزيد من بني تميم أحد هؤلاء المأسورين اسمه شأس بن عبدة التميمي وهو شقيق الكبير نديد امرئ القيس وهو علقمة بن عبدة الفحل التميمي الآن كيف فعل علقمة هنا السياق الجميل الذي تنطوي عليه الإنسانية في أن الكلام الرصين المنضبط يستطيع أن يحل الاستشكالات الكبيرة بالأدب الراقي بالأدب الراقي هنا قضية لا أقول الفن للفن لا الأدب هنا ضرورة هنا توجه العلقمة بن عبدة على رأس وفد من قبيلة تميم الكبيرة وتوجه إلى الحارث بن أبي شمر الغساني وأنشذه قصيدة بائية موجودة في المفضليات طحى بك قلب في الحسان طاروب بعيد الشباب عصر حان مشيب طبعا قصيدة باذخة إليك أبي طبعا إلى الحارث الوع هاب أعملت ناقتي إلى أن يقول للحارث وفي كل حي قد خبط بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوب قال بل أذنب وليس ذنوبا واحدا الذنوب هو سجل الماء فحق لشأس من نداك ذنوب خاطبه بلغة كريمة راقية فأخرج معه شأسا ومعه كل المأسورين وعادوا طلقاء أحرارا بعد أسرهم بسبب كلمة متقدمة راقية بسبب كلمة طبعا الذي أحب أن أشير إليه إن صحت الرواية وأسمحوا لي أن أرحب بالصديق الحبيب أستاذ الأستاذ دكتور محمود إجدفات وهو أستاذ الحديث الشريف في الجامعة الأردنية في كلية الشريعة لا أدري موقف أولماء الحديث من بانة سعاد لكن أنا أتحدث أدبا ولا أتحدث في سياق الحديث القضية تتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صحت هذه الرواية لكن أنا أتحدث أدبا إن صحت الرواية للمرة الألف لأنني أتحرز أشد التحرز في الحديث عن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جرى لكعب بن زهير مع النبي إن صحت أقول الرواية عذرا يقال إن الرسول قد أهدر دمه أنا لا أصدق أن النبي سفاحه دماء حاش لله لكن كذا تذكر رواية الأدب على كل بطريقة ما استطاع الوصول طبعا أبو بكر الصديق وله أخوه اسمه بجير اذهب إلى رسول الله ومدحه مدحا كريما فهو سيعفو عنك كيف لجأ إلى رسول الله عن طريق الشعر القصيدة التي ربما كثير من الناس وقد طارت بها الطيور وسالت بها الوديان وسارت بها الركبان بانت سعاد فقلب اليوم متبول ومتيم إثرها لم يفتم كبوله هذه القصيدة المتقدمة ووقف عندها النقاد ووقف عندها الشراح حتى وجدنا رسالة دكتوراه تقدم في شروح بانت سعاد لما كان لها من وزن ولما كان لها من إيقاع متقدم عبر العصور هذه القصيدة به الكلام العالي استطاع أن يستل العفو من رسول الله والسماحة من سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول فقلت خلوا سبيلي لأبى لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أمثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حد باء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيض وتأفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت عني الأقاويل طبعاً إلى أن يقول حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نقيمات قيله القيله هو ما زال متوجساً أن الرسول لم يفهم نبوة النبي هو يظن أن الرسول شيء قبيلة حتى تلك اللحظة لذلك وصفه بأنه ذو نقيمات قوله الفصل قيله القيل ولذلك لقد أقوم مقاماً لو يقوم به ما أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويله حتى طبعاً حصل على العفو وأنا في أثناء تحضيري لهذه المحاضرة فتحت على موقع جامعة هارفورد باللغة الإنجليزية ووجدت أن هؤلاء الناس طبعاً قضية الإنسانيات ومنها الأدب عندهم كان قد أقيمت ندوة اللي هو تتحدث عن موقف أو دور الإنسانيات في الواقع المعيش بهذا المعنى فوجدت طبعاً هذه العبارة باللغة الإنجليزية وأنا الآن سأترجمها لكم اسمحوا لي أن أقرأها طبعاً ديانا سيردسون ولابد أن تعرفوا أن هذا الأمر ليس موصولاً بنا نحن العرب بل هو موصول بالكافة أن الأدب هو سيد الموقف وهنا يقودني إلى أن أقول لكم أن جريدة الغارديان في إحدى السنوات قد أقامت استيبانة تسأل ماذا ترشحون ماذا تقدمون أتقدمون المستعمرات البريطانية على شيكسبير أو العكس فكان شيكسبير هو سيد الموقف نحن نقدم الأدب نحن نريد الكلمة نحن نريد الأدب الصادق الأدب الذي يتحدث عن قضايانا ولذلك ليس طرفاً بل هو ضرورة متقدمة لماذا؟ لأنه يفجر طاقات النفس ولأنه يعيد إليك بهاءها ونظارتها أمام بعض الواقع القبيح أقول في جامعة هارفرد يقولون نريد أن نري طلبة الدراسات الدنيا وطلبة الدراسات العليا أن دراسة العلوم الإنسانية بجميع أشكالها تشكل قيمة مضافة وفائدة ليكون هؤلاء الطلبة مستعدين لاستقبال العالم الخارجي فتعلمها يفضي إلى فهم العادات وطرائق طرح الأسئلة وإقامة الحوارات وحسن التعامل مع معطيات الحياة في هذا العالم المتعدد المتلاطم إنها لا تؤدي فقط إلى إنتاج المعرفة المتعددة بل تؤدي كذلك إلى تثوير الفكر من الأمثلة التي أحب أن أذكرها لكم سيدي وسيدكم الكبير عمر بن الخطاب يقول نعم ما تعلمته العرب الأبيات يقدمها الرجل بين يدي حاجته نعم ما تعلمته العرب الأبيات يقدمها الرجل أو المرء بين يدي حاجته فيستنزل بها الكريم ويستعطف بها اللئيم الكلمة الراقية الأدب الراقي والله لا أغلو إذا قلت وعذروني يا أهل الشريعة إذا قلت إن له تأثيرا في الذات الإلهية أبو نواس على ما تعلمون من خمريات أبي نواس أنا هذه الأبيات التي ربما تحفظونها يا جماعة كلامه والله منطقي حينما قال يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا مؤمن فبمن يلوذ ويستجير المجرم والله كلام بصراحة يا جماعة كلام أدبي عال راق نحن بالمناسبة لم نفهم الله تعالى وما قدر الله حق قدره نحن نتعامل مع الله بمنطق ضعفنا لا بمنطق الله الأعظم هو بالفعل يا جماعة الآن إذا أردت أن نذب إلى الدكتور حارث أو إلى أحد الأصدقاء طبعا هو من صاحب الوساطة لماذا تتوسط؟ تتوسط في مشكلة يعني أقول لكم هو سيدي وسيدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سيشفع لمن؟ سيشفع لمثلي عذرا يعني لعمر الفجاوة ليس لعمر بن الخطاب لأن عمر بن الخطاب طبعا هو حالة متقدمة عمر بن الخطاب يعني هو سيشفع للأهل الكبائر أنا قصدي أنه ثقافيا أنا لا أتحدث شريعة أقول أبو نواس قدمه أدبا عاليا راقيا في خطابه مع الله سبحانه وتعالى واعترف بذنبه لكنه قدمه تقديما عاليا وتقديما راقيا أبو حنيفة الإمام الأعظم وأنتم أدرى به مني فهو الفقيه العراقي كان له جار سكير كما تذكر كتب الأدب وهذا الجار كان يظل متمثلا قول العرجي أو قول الأحوال العرجي أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري أضاعوني و... طبعا هذا رجل يشرب طيب في يوم من الأيام رجال العسس قبضوا عليه وإذا وف السجن فجاءت امرأة هذا الرجل وقالت يا إمام إن لك كلمة ودالة حسنة عند الأمير وعند عاملنا فاذهب لعل الله يفك أسرى الرجل فذهب وحدث الأمير فأخرجه فطبعا الشاهد في الموضوع إنه أبو حنيفة بسماحته ورقيه قال له هل أضعناك الأدب أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري الأدب أيها الكرام جسر رقيق وجسر متقدم حتى بين المتضادات هل تعلمون أن الشافعي الشافعي الفقيه وهو إمام وصحب المذهب كان على علاقة مع أبي نواس ويقول الشافعي لو لا مجون هذا الفتى لروايت عنه الحديث ولذلك الأدب يقيم الوشائج بين الناس ولا يمكن إلا أن يقدم أن يصل من قطع لا أن يجذم من وصل بين الناس الخاتمة طيب أختم بقضيتين عمر بن عبد العزيز الكبير يسأل عمر بن عبد العزيز مات سنة واحدة ومئة الحجاج مات قبله قماية يذكر الذهبي سنة خمسة وتسعين فيسأل ماذا عن الحجاج وماذا قال في أثناء احتضاره قالوا له يا أمير المؤمنين قال الحجاج اللهم اغفر لي فقد قالوا إنك لن تفعل اللهم اغفر لي فقد قالوا إنك لن تفعل قال عمر بن عبد العزيز نجى ورب الكعبة يا جماعة الكلام الرصين الصياغة المتقدمة ولذلك الله تعالى حينما أنزل القرآن الكريم بصياغة عالية جدة نهزت أركان العرب حتى هذه اللحظة لماذا لقيمة الكلمة ولقيمة الأدب عندي كلام كثير لعله في حواراتي معكم أعود إليه شكرا جزيلا لحسن الاستماع أكد شكري وتقديري لك أخي الحبيب دكتور حارث لهذه الاستضافة وبارك الله فيك وأرجو أن لا أكون قد أثقلت عليكم شكرا لحسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا كبيرا للدكتور عمر الفجاوي على هذه المحاضرة القيمة بهذه اللغة العالية الراقية الرائقة ونفتح باب الأسئلة إن كان هناك أسئلة ونبدأ بالدكتور عبد الحميد العالي عنوان محاضرة عن الأدب والأدب نعرف أنه شعر ونثر لكن ربما من باب أن الوقت أولا وثانيا أنكم اخترتم الأجمل فلذا كانت كل الشواهد من الشعر ولكن يكفي أنه أعطي وأكمل كإشارات فقط أنه كم من خطبة وهي من الأدب كانت سببا لإثارة الحماسة وانتصار الجيوش وكم من خطبة أتكلم أيضا في العصر الإسلامي كم من خطبة وأدت فتن ويكفي أن نقول أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي اتصف كثير من أحاديثي بأنه من جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم وأكيد هذا ليس بغائب لكن فقط من باب الإشارات فبوركة وجزاكم الله خير على هذه المحاضرة من نظمها ومن قدمها وشكرا لكم نشكر المنظمين ونشكر الدكتور عمر الفجاوي على هذا الكلام العراقي الحقيقة في العراق نحن نعيش في مصيبة كبيرة هذه المصيبة تتمثل بالاحتلال نشعر أنه يجب أن تكون حاضرة في جميع نشاطاتنا والمنشط والمقر يعني يدفعني هذا الأمر إلى سؤال حضرتك أنه دور الأدب في هذه الظروف في هذه الفتن في هذه المحن في الأمور التي توجع حقيقة الأمة باعتبار أنه يعني العراق له ما له أنا لست بمعرض أتكلم عن العراق لكن يعني استهداف العراق كان له ما له فهذه السؤال دور الأدب هنا يعني نريد أن نوضحه بشكل موجز طبعا لكن أكيد بشكل واضح كما عودتنا وجزاك الله خيرا أبدأ بالشاعر الأزدي إحنا الحارث بن عمير الأزدي بنعتبره طفيلي إن الطفيلي لأنه يرقد في محافظة الطفيلي فبنقول هو الأزدي الطفيلي إذا بدكوا يعني تنسبوا وجاء لهدف نبيل واستشهد على أرض الطفيلي بالعكس إحنا بنعتز إنه يصار طفيلي بالنسبة لأستاذ الدكتور عمر الفجاوي فهو بليغ في كل ما يقدم من محاضرات ومن مواد علمية قوية جدا ومن قال أن الأدب طرف بما أن الأدب جمال فهو ضرورة في جميع جوانب الحياة ويختصر في العامية عندنا في الطفيل وفي الأردن بيقولوا الكلام الحلو الكلام الزين بطلع الحية من جحرها بطلع الأفعة من الجحر وبالتالي كم أسير كم شخص كم فتاة كم وقعت في مأزق في قضية في مشكلة ونطقت بكلمات أو نطق ببيت شعر أو أعطى رواية وكانت سبب رئيسي في إنقاذه من هذا الموقف الذي تعرض له وشكرا الشكر موصول لهذه الهيئة المباركة على جهدها العلمي وعلى موضوعاتها المنتقى حقيقة أن الأدب كلمة الأدب الأدب من المأدبة وانظر إلى جمال هذه الكلمة الأخلاق الرفيعة والقيم العظيمة التي يجتم عليها الناس في الأدب هي المأدبة التي تجمعهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن القرآن أنه مأدبة الله في الأرض فأحبابنا الأدب لا بد لهم اللغة واللغة هي ترجمان جنان الإنسان قلب الإنسان وهي وعاء الفكر فكلما ارتقينا في لغتنا كلما ارتقى ذوقنا وكلما علت همتنا وكلما حملنا هذا الوعاء معاني جميلة وعبارات رقيقة مؤثرة وتعلمون أن جامع كلمة الأدب هي الكلمة والكلمة كما يعرفها النحويون يعني إسواء كانت كلمة واحدة مفردة أو جملة أو خطابا كاملا لكنه أخذت من الكلم وهو التأثير فالكلمة لها تأثير فالأدب ليس ترفا أذكر وأنا أكتب عن المحدثين في الأندلس أن خليفة دخل إلى السجن وانسأل ما تعلمون هؤلاء في السجن قال نعلمهم شعر عن ترى قال ألا علمتمهم شعر امرئ القيس فإنه يعطيهم رقة فما زدتوهم إلا غلظة على غلظة فنحن بحاجة إلى خطاب رقيق ناعم مؤثر مليء بالعبار مليء بالحكم وحبيبنا عليه الصلاة والسلام كان في كل كلامه رقيقا عاطفيا مؤثرا في سامعه جزا الله الأخوة المحاضر والمقدم والحضور خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا ريب أذكر لك أن قصية بن كلاب كما يذكر ابن سعيد في نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب يعني لعل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ربما ما لا يقل عن مئتي عام تقديري هكذا الآن كانت بين قريش وخزاعة كانت قد ربما تنشب حرب بين هاتين القبيلتين وقف قائلا إني أرى أن السفراء بيننا يقصرون في الكلام فقالوا ماذا ترى؟ قال ذنوا لي أن أقف فيهم خطيبة فوقف وألقى خطبة حقنت الدماء ولم تهرق قطرة دم واحدة بحسن كلامه أنا معك تماما والحديث أنا صحيح اختصرت الخطب لها مكان سني أقول لك الكلام النثري يا سيدي دعلي أجيب عن بعض الأسئلة الأخرى هذه في كتاب جميل جدا اسمه الفرج بعد الشدة الفرج بعد الشدة فيه طرائف وفيه كلام متقدم راقن جاءت امرأة جاء رجل وقد تهم بالسرقة إلى عبد الملك ابن مروان فقال لابد من قطع يدي فجاءت أمه يا أمير المؤمنين على رسلك إنه كادي وكاسبي قال بئس الكاد كادك بئس الكاسب كاسبك فظلت تلحف وتسر وتلح حتى أنطقها الله بهذه الكلمة هذه الكلمة الأدبية الراقية تخيلوا كيف عفى وتوقف الأمر ولم يقم الحد قالت يا أمير المؤمنين اجعله ناشدتك الله من ذنوبك التي تستغفر الله عليها وقع دكتور أيمن العاني شكرا جزيلا أنا ذهبت ونظرت ماذا يعاني طبعا كلنا يدري ويعرف ماذا يعاني العراق وكيف أن هذا العدوان الذي قد جاء ضد الحضارة وضد الإنسانية لكن أنا أعلم أن الأدب كان سيد الموقف وأنه استطاع بالفعل وأنا عثرت عندي مجموعة من الأبيات الجميلة وهي كثيرة جدا سواء أكانت في الشعر أم كان الأمر في الخطب النثرية أم في الرواية وعثرت على مجموعة كبيرة لكن فقط أستشهد لكم أن الكنيسة الإسرائيلي بل مجلس الوزراء الإسرائيلي اجتمع وقد هزته قصيدة لمحمود درويش عابرون في كلام عابر الكلمة يا أيها الكرام تستطيع بالفعل أن تأيد فتنة وتستطيع أن تشعل فتنة وتستطيع أن تهز أركان دول دول وتستطيع أن تقاوم المحتل أخي الحبيب الأستاذ دكتور محمد العمير شكرا جزيلا الكلام الجميل الطيب له أثر كبير جدا في النفوس كما قال أخي الأستاذ دكتور محمود اجدفات أنا أتفق معكم شكرا جزيلا لدعوتك النبي لو يسرني أن أستجيب لدعوتك أخي الكبير الأستاذ قاسم وشكرا لحسن الاستماع وبرك الله شكرا كبيرا للدكتور عمر فجاوي على ما قدم من هذه المحاضرة القيمة الماتعة آملا أن نلتقيكم في لقاءات قادمة ومحاضرات قادمة ونشاطات قادمة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة